ابناء طلبة وطلبات الصف الاول السنوي اهلا بكم سعيد جدا بتجدد لقاء الاسبوع معكم النهاردة ان شاء الله هنبدأ في جزئية جديدة في نهاية شابتر وان بس قبل ما نبدأ في شوية اساسيات كده حراك لازم تكون عارفها للناس اللي لسه متلخبطة في النظام مهم جدا عندنا ولاد ان مش كل المعلومات اللي موجودة عنده حارتك هتبقى انا هقولها لك بتفاصيل لكن مهم جدا 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 ان عين حراك تبقى متعودة على اماكن المعلومات دي اللي موجودة من المصدر اللي حراك هتخش بيه الامتحان يعني ايه يعني سيادتك هتخش بالمصدر بتاع حدودك الامتحان المصدر ده هو كتاب المدرسة هيبقى متاح لك على التاب طب يا نسترح لسه مستلمناش التاب ممكن تعمل داونلود للكتاب بتاع المدرسة ان شاء الله حتى نسخة السنة اللي فاتت ده هيبقى متاح بنسبة لك ايه قيمة ده قيمة ده ان حراك تبقى عارف الاماكن اللي بص عليها كما مرة قيمة ان يكون معاك المصدر اللي هتخش بيه طبعا انت مش هتفتح المصدر ده في كل الاحوال انت بس عينك تبقى واخدى على الاماكن بتاعت المعلومات في المصدر اللي هتخش بيه الامتحان على اساس تقدر تستعين بعض ربنا سعى تعالى بمعلومة رقمية برسمة جهاز باستخدام جهاز لان كل المعلومات دي عشان تتذكرها بعقلك بسرعة ممكن تبقى صعبة شوية فانا هستعين بعض ربنا سعى تعالى بالمصدر انا هذاكر منه في الامتحان اولا انا هخش بيه الامتحان ان شاء الله بازن الله عشان يكون عارف قانون او عارف او عارف او عارف مسلا نيوز معينة وهكذا يعني الاصل لازم يكون معاك المصدر اللي هتخش بيه طيب مبدئيا خلينا نتكلم على بارت تو في شابتر وان يمكن احنا اتكلمنا في البارت الاولاني على الميجور منت تولز واتكلمنا عندنا اولاد ازاي نقدر نعمل عملية التايتريشن وشرحتها الحركة بتفاصيل ما يرضى ان شاء الله نخش على البارت التاني هو اكثر اهمية من حيث الابليكيشن البارت التاني بيتكلم على معنى كلمة نانو كامستري او نانو تكنولوجي عشان افهم يعني ايه كلمة نانو مهم جدا لو حراك بسيت معايا كده اولاد النانو لو انا هتخيل انا عندي سابستانس والتاكن الكاربون اللي هو الكوك الكاربون او الكوك ده كلنا عارفين ان الكومبون انت بتاعته الاتومز بتاعته عملة ويك اتراكشن الله يعني الهاردنس بتاعت الكوك او درجة الصلابة بتاعت الكوك محددة صغيرة ايه كمان اعرف كمان الكالر بتاع الكوك ايه الكالر بتاع الكوك يا مستر او الكاربون ده اولا حراك الكالر بتاع الكاربون جاي نتيجة الرياكشن ما بين الكومبون انت بتاعت الكاربون واللايت او الفيزيبول لايت يعني الكاربون ده له كيميكال فورمولا اللي هي سي الكاربون ده في ويك اتراكشن ما بين الكومبون انت بتاعته وعلى هذا الأساس الهاردنس بتاعة الكاربون ده قليلة الكاربون له سبيشيال كالر اللي هو البلاك الكاربون لما يجي يخش في رياكشن هيخش برياكشن بريت سرعة معينة تاني يعنينا لوقتي عندنا بناقش الكاربون طبعا لنا هقوله على الكاربون هينطبق على أي إلمنت أي إلمنت في الدنيا له هاردنس معينة له كالر محدد له ريت من رياكشن لما يجي يخش يعمل كيميكا رياكشن طيب وفقا للجنرال بروبرتس بتاعة الكاربون فهو عنده سبيشيال يوزيس وفقا للبربرتس بتاعته العلم بقى عندنا أولاد ابتدأ ياخد الكاربون ده لهو عنده صايز معين وعنده أتراكشن محددة ما بين الكمبوننت بتاعته وعنده كالر وعنده ريت لما يجي يخش في رياكشن ابتدأنا ناخد الكاربون ده ونحوله إلى صايز أصغر يعني ابتدأنا نعمل زي كراكينج كده أو تكسير أو كراشنج للكاربون فضلنا نعمل كراكينج فضلنا نعمل كراشنج لغاية ما وصلنا لصايز محدد لغاية أن الصايز المحدد ده وانا عندنا أولاد لغاية أن الهاردنس بتاعت الكاربون بقت سترونج أقوى من الستيل بغاية لأن الكاربون بتاع الكاربون اتغير ما بقاش اللون البلاك تحول إلى لون ريت أو لون وايت أي أن كان اللون بتاعه لأن الريت بتاع الكاربون زاد جدا تاني يعني الكاربون العادي اللي بنقول عليه نورمال كاربون له هاردنس نتيجة الأتراكشن ما بين الكومبوننت له كالر نتيجة الرياكشن مع ما بين الكومبوننت بتاعت الكاربون النورمال مع اللايت وله ريت من الكيميكا رياكشن وهنيجي نتكلم على ريت من الكيميكا رياكشن دي كمان شوية ابتدنا ناخد الكاربون ده نعمله كراكينج لغاية ما وصلنا لبارتيكا المحددة لقيت أن البروبرتز بتاعت الكاربون اتغيرت تماما كأن بقى عندي إلمنت جديد بمواصفات جديدة ولكن نفس الفورملا يعني الفورملا بتاعت الكاربون لما وصلت للصائز اللي أنا بقول له هراك عليه ده هي الفورملا بتاعت الكاربون سي ما اتغيرتش ولكن البروبرتز بتاعت الكاربون من حيث الهاردنس من حيث الكالر من حيث الريت هي اللي اتغيرت الصيز اللي انا وصلت له ده وانا عندنا اولاد العلم ابتدى يطلق عليه او يطلق عليه نانو الله يعني كلمة نانو يعني particle صغيرة طب هل اي particle صغيرة هنقول عليها نانو يعني لو انا عندي size بالشكل ده واسمته نصين هل النص اللي طلع ده هقول عليها نانو طب لو انا خدت النص اللي طلع ده وطلعت منه جزئين اكثر دقة هل الربع اللي هقول علي ده نانو تقول لي لا النانو size ده بتوصله اول ما توصله بتاعت بتتغير كمان مرة يعني يا مستر حارضك مش اناف اللي انت تعمل للكربون عشان تقول لي انا وصلت للنانو يعني معنى كده ان حارضك لو الالم بتاعك انت كسرته نصين انت كده ما عملتش نانو انت كده عملت قسمة بالنسبة لك اللي انت بواسط الالم اللي انت هتكتب بيه لكن النانو size هو size بتاعت الالمنت تماما بتتغير البروبرتز اللي بتتغير الهاردنس بتزيد الكلر بيتغير الريت بيتغير غالبا الريت بيزيد طيب تعال اني مش كده واحدة واحدة الهاردنس زادت ليه تقول لي حركة مستر هو الهاردنس دي ايه اصلها قولك اصل الهاردنس هو عبارة عن اتراكشن فورس ما بين الكمبوننت بتاعت اي الهاردنس بتاعت الايلمنت اللي حالتها صلد او المتالز تحديدا اتراكشن فورس ما بين الكمبوننت اللي حالتها صلد. الكمبوننت او البارتكال بتاعت السابسانس بتاعتي في بينا اتراكشن فورس. لو انا بتكلم على صيز عادي نورمال نورمال صبستانس كاربون او اي حد في اتراكشن. ده بنا هصغر الصيز. هاوصل صيز اصغر شوي. كلما صغر الصائز إيه اللي بيحصل؟ تقول لطبيعي يا مستر الاتراكشن فورس ما بين الكمبوننت بتزيد كلما توصل لصائز أصغر كلما الاتراكشن فورس ما بين الكمبوننت تزيد الله يعني يا مستر حراك الصائز العادي اللي هو النورمال صائز أو النورمال بارتيكال من الكاربون أو من الجولد أو من الآيرن أو أطفر الألمنت الحراك بتتكلم عليه؟ فيه اتراكشن طب لما بوصل لصايز اصغر الاتراكشن بتزيد لما بوصل لصايز النانو الاتراكشن بتوصل عندنا لأعلى قيمة اذا اول سمة اتغيرت هي الهاردنس ايه سبب زيادة الهاردنس عند صايز النانو تقول لي فيه strong اتراكشن او powerful اتراكشن ما بين الكمبوننت ايه كمان لو انا بتكلم عندنا ولاد على الكلر الكلر جاي نتيجة ايه تقول لي الكلر يا مستر جاي نتيجة الرياكشن ما بين الكمبوننت بتاعة الالمنت مع اللايت طب تمام طب لما الكمبوننت بتاعة الالمنت ده تبقى صايز نانو هل يطرى الرياكشن ما بين الكمبوننت بتاعة الالمنت مع اللايت في حالة الالمنت او الصابسنس النورمل حنسميها اكس والصابسنس اللي وصلناها للنانو هنسميها إن هل الرياكشن ما بين النانو بارتيكل في حالة النورمل أو في حالة سوري النورمل سابسنس أو النورمل سايز زي الرياكشن ما بين البرتيكل النانو واللايت واللي أكيد مختلف يعني هنا يا مستر تغيير السايز خلى تأثير اللايت على السايز النانو اتغير وبالتالي عندنا الكلر هيتغير إذن في حاجتين اتغيره في حاجة أنا متأكد إن هي زادت اللي هي الهاردنس عشان بقى فيه عندنا باور فول اتراكشن وفيه عندنا يا مستر حاجة تغييرت اللي هي الكلر طب معلش يا مستر حراكك تكلمت على الريت قولك تعال كده نضرب مثال بسيط لو أنا عندي مثلا يا أولاد خمسة جرام من إلمنت اللي هو الزينك لو هاخد خمسة جرام من الإلمنت اللي هو الزينك ده مع سالفيوريك أسد اتشتو الصوفور هاخد من السالفيوريك أسد ده مثلا 200 ميلي إيه اللي هيطلع بتقولي حراكك مستر الكيميكال اكشن أو الكيميكال برو دكت اللي هو تطلع نكتب كده مع بعض كمان يا مره يا أولاد ادي الزينك زينك مع سالفيوريك أسد ما تنسيش اللي أنا واخد خمسة جرام من الزينك مع 200 ميلي من السالفيوريك أسد وانت مستر ليه بتقولينا الأرقام قال له حراكك لأن أكيد لو كميات الزينك اتغيرت زادت أو قلت كمية السالفيوريك أسد اتغيرت زادت أو قلت ده غير ريت كل اللي أنا عايزه هنا يا أولاد أنا واخد من الزينك محدد من السالفيوريك أسد يعني أنا واخد خمسة جرام من الزينك مع 200 ميلي سالفيوريك أسد أنا عارف البرودكت اللي هتطلع هيطلع عندنا زينك صالفيت أحفظ ده مجرد كده بنتكلم عليها عشان عايزين نوصل لمعلومة معينة بيطلع هايدوجين طبعا هنا حصر بليسمنت للهايدوجين بالزينك والهايدوجين ده أنا عندنا أولاد من ضمنه مواصفاته بيحصل له بيرنينج مع اكسبلوجين أو بيرنينج مع بوب ساونت طيب اللي بيحصل ده اللي حركة مستر عشان يحصل كلمة رياكشن هي كوليجن كلمة رياكشن هي كوليجن أو عشان يحصل رياكشن لازم يحصل كوليجن كوليجن ده اللي هو تصادمات ما بين المولاكيلز خلينا نقول لو انا واخد الزن كده بلوك الخمسة جرام واخدهم بلوك قطعة واحدة او الخمسة جرام دول واخدهم بودر خليت الخمسة جرام دي بودر في الحالتين خمسة جرام هحط على الاتنين نفس الكنسنتريشن نفس الفوليوم بعد مثلا خمس دقايق اشوف كده عندنا والاد الهيدروجين اللي طالع من البلوك والهيدروجين اللي طالع من البودر تتوقع مين يطلع كمية هيدروجين اكتر بعد مرور نفس الـ تقول الحركة المسر البلوك هيطلع كمية هيدروجين معينة البودر هيطلع كميةihuường اكتر ايه السبب قولك لما بنزود السيرفيس اريا بنزود هيود لتشانس معدل التصدمات ما بين وبالتالي بصرع الريت بصرع الريت ده يعني لو كان الرياكشن عندنا مستر بيتم في فترة زمنية معينة لو انا كان عندي سيرفيس اريا اكبر يبقى المعدل الزمن اللي هيخش فيه او هيتم فيه رياكشن بياخد زمن اقل طب ما عليش مستر ايه علاقة ده بقصة النانو والك طب ما انت عندك الصيز النانو الصيز النورمال صيز عادي هيعمل تشانس اوف كوليجن بدرجة معينة والصيز النانو هيبقى سيرفيس اريا بتاعته اعلى بكتير وبالتالي تشانس اوف كوليجن اعلى تاني يبقى سيادتك لما توصل عندنا من البرتيكال النورمال او من صيز النورمال للصيز النانو اكيد انا هزود لتشانس بتاعت الكوليجن هزود لتشانس بتاعت الكوليجن يبقى انا هسرع الريت يعني اخل الرياكشن عندنا يتم في معدل زمني اقل يبقى عندي يا مستر للنانو. الهاردنز زادت. الكلور اتغير. الريت بتاع الرياكشن زادت. الهاردنز زادت عشان بقى فيه عندنا strong attraction. الكلور اتغير عشان الرياكشن ما بين الايت والاليمنت او البرتكال حتتغير. الى جانب عندنا كمان يا مستر الريت هيزيد. طب معلش ايه قيمة ده? اي قيمة ان حضرتك تعمل نانو او توصل لصايز النانو. وهل حضرتك اي particle سهارة يعني هنا انا اقول لك لا. هي النانو particle او النانو size او النانو volume. هو size او الفوليوم اللي الجنرال بروبرتز بتاعت الاليمنت بتتغير. بتبقى فيه عندنا بمعنى الاليمنت عنده مواصفات عند سايز النانو بيتحول الى مواصفات تانية تماما اتغيرت. الحاجة الوحيدة اللي بتبقى سابتة في الاليمنت هنا عندنا الاد هي الفورم بتاعته. هو كاربون. الفورملة بتاعته سي سواء عادي او نانو. لكن اللي بتغير عندنا هي البروبرتز. طب يا مستر انا بعمل كده وغير البروبرتز. ايه العائد علي? ولكن العائد علي عظيم العظم اللي لا طبعا. اللي بيقود علي يا ولاد لانا بيبقى عندي مواصفات جديدة وبالتالي استخدامات جديدة. يعني الكاربون له هاردنس. له كالر. له ريت. له استخدامات. لما الهاردنس بتزيد. لما الكالر بيت بتغير. المواصفات بتتغير. وبالتالي بيبقى له استخدامات مختلفة. اذا ده هيدي لك مجال لاستخدامات عديدة. على سبيل المثال. وانا بتكلم يا ولاد على الجولد. اللي هو الايه يو. كلنا عارفين الجولد بالكالر بتاعه وبالهاردنس بتاعته. طيب. تعرف حريطك ان الجولد لما بوصل من الجولد لحاجة اسمها نانو جولد. خلاص بقى انت تعرفت يعني ايه نانو. يعني سايز او فوليوم. الجنرال بروبرتز بتاعت الالمنت. تماما بتتغير وتتحول تبقى حاجة مختلفة. تعرف لما بوصل عندنا ولاد لحاجة اسمها نانو جولد. بيبقى في ميزة عظيمة جدا في الجولد. ايه هي? النانو جولد ده يا مستر بيقدر يجمع السل المصابة بالكانسر. يعني ايه? اعتقد كلنا اعتقد ممكن يكون سمعنا عن المعلومات دي. دكتور مصطفى السيد. ابتدى يصمم او يعمل بروتوكول علاج مختلف للكانسر. بمعنى ايه? بنحقن المريض المصاب بالكانسر بالنانو جولد. فبيحصل ان السل المصابة بالكانسر بتتجمع حوالين الجولد. وبعدين نبتدي بعد كده يا مستر. نوجه اه زي ليزر او حاجة طبية تفتت النانو جولد ده ومعها السل المصابة بالكانسر. اه يعني بتطلع عندنا الجولد بيحصل له تفتت هو والسل المصابة. تقول ان السلطة طب ما احنا بنعمل كده لما المريض بنعمله مثلا بياخد جرعات او حاجة زي كده ربنا يعافي الجميع رب الله ما امين. اقول له بس فيه ازمة. العلاج التقليدي حضرتك لما بتيجي تعمل جرعات علاجية هي بتهاجم السل السليمة والسل المصابة. لكن ميزة النانو جولد ان السل المصابة فقط بتتجمع حوالين الجولد. تب تجمع السل المصابة فقط حوالين الجولد. هل بيدي ميزة? قولي طبعا. بيدي ميزة لحنا لما بنجي نفتت النانو جولد بنهاجم السل المصابة فقط. ازا انت بتخلي الضرر اقل ما يمكن. الضرر على السل السليمة اقل ما يمكن طب يا مستر ده خطة او بروتوكول معتمد اقول لحراك طبعا في العلم او في العلاجات الطبية في حديث دايما في كل لحظة بيطلع عندنا حاجة جديدة وده بيدي امل كبير جدا 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 ان معدل الشفاء ان شاء الله يبقى اكتر وكمان الضرر الناتجي يكون اقل الله طب يعني الجولد اللي احنا بنستخدمه ده يا مستر مش هو الجولد اللي احنا بنعالج بيه الكانسر ولك لا الجولد بتاعنا النورمل غير الجولد النانو الجولد النانو غيره يعني ايه هل غيره كفورملا طب لي لا مش غيره كفورملا هو غيره كبروبرتز طب مين البروبرتز اللي بتضاير طب لي مستر احنا اتفقنا في بروبرتز كتيرة جدا بتضاير من ضمنها الكالر والهاردنس والريد بتاع الكيميكا راكشن طيب حضرتك انا كده حصلت على النانو جولد اللي هو استخدامات هل في استخدامات تانية قال له حضرتك انا عندي يا مستر في حاجة منتشرة كبيرة جدا اعتقد من حضراتكم اللي بينزل مولات او بيتفرج على فيديوهات كتيرة شوية في عندنا يولاد احيانا كده وانت في المول يقولك انده ممكن اغطيلك الشاشة بتاعة الموبايل بتاعك بطبقة كده تمنع الخاتش او تمنع الكسر او تقاوم الكسر الطبقة دي هما بيقولوا عليها نانو طب مستر وانا لو وصلت لبرتز كال نانو وعملت سائل كده شفاف وعملت به بليتنج للموبايل او لاي حاجة عايز احميها من الخاتش بتقولون مستر طبقة النانو دي بيبقى الهاردنس بتاعتها عالية جدا لان فيه باور فول اتراكشن ما بين الكمبونانت فده بيخلي معدل الخاتش قليل يعني فيه كتير من حضراتكم قالوا يا مستر الافلام الاجنبية اللي هي بيحصل تصدمات كبيرة جدا ما بين العربيات دي بتبقى مصممة بتكنولوجي النانو الطلاق الخارجي ده بيبقى بطبقة اتنينو هو ده مكلف شوية ولكن هو بيبقى مفيش خدوش بتقبل او تحمل الصدمات اعلى شوية اه يعني ده متاح اللي انت تستخدمه لو انت عايز تعمل بينتنج او عايز تعمل بليتنج او عايز تحفظ على اي جهاز مثلا بتقدر تعمله البليتنج بالنانو سايز ده او النانو سابس سنسي دي الهاردنس العالية بيحميه من عملية الصدمات او الخدوش او او الاخر طب ده استخدام هل في استخدامات تانية او لك كتيرة جدا ممكن برضو عندنا اولاد نعمل نانو فلتر ايه النانو فلتر ده فكرة الفلاتر عمتا هي عبارة عن ايه اولاد بتقول لي مستر والله حراك الفلاتر دي مفروض احنا بنعمل بيها كليننج مثلا للوطر بنعمل سيباريشن للامبيوريتز اللي موجودة عندنا في الوطر او فيه فلاتر موجودة في المصانع عشان تقلل البليوتن سابسنس يعني لو الوطر نازلة هنا على الفلتر ده مثلا احنا بنتكلم على حاجة بدائية يعني شوية لو الوطر دي معها امبيوريتز شوائب والامبيوريتز دي عندها صايز كبير شوية لما تمر الوطر على الفلتر ده لو انا مثلا الامبيوريتز مثلا 30% هيطلع عندنا اولاد الوطر ومعاها شوية امبيوريتز بس اكيد البرسنت بتاعتها مثلا حتى ايه اللي مثلا تبقى اقل اقل من 30% الفلتر هنا عمل ايه؟ تقولي مستر حراك الفلتر قدر يتخلص من شوية امبيوريتز تب ليه ما قدرش يتخلص من كل الامبيوريتز؟ والله حراك والله قد تكون الصايز بتاع الامبيوريتز اللي انا قدرت تتخلص منها صايز كبير شوية والفلتر هنا عندنا لو تصميم محدد يتخلص من صايز معين طيب وانا لو صممت بقى عندنا اولاد فلاتر نانو ايه الفلاتر النانو دي؟ تقولي مستر الفلاتر النانو قدرتها انها تعمل البيوريفيكيشن تبقى اعلى ليه؟ لو انا صممت فلاتر نانو هتقدر تتخلص من الامبيوريتز الشوائب اللي هي البرتيكل بتاعتها اصغر شوية الله يعني يا مستر حراك انت ممكن النانو فلتر ده نعمل بيوريفيكيشن للووتر او ممكن نعمل بيوريفيكيشن للإير او ممكن نعمل بيوريفيكيشن للجازس اللي طلع من البرنينج للفيول سواء في الاجهزة سوري في العربيات او في بعض المصامع او كتير من المصامع فده كله عندنا مستر هيحافظ او هيقلل البوليوتان تيماتيريا اللي خارجي يبقى انا استخدمت النانو استخدامات طبية هنعالج بيه بعض الامراض ان شاء الله وابتدى البروتوكول ده اعتقد اعتقد في دول اللي ابتدت تستخدمه ممكن استخدمه عشان اتخلص من الامبيوريتز ممكن كمان عندنا ولاد استخدم النانو تيكنولوجي عشان نصنع عندنا باتري بس الباتري اللي هنستخدمها الباتري العادية حتى لو حرك بسيط على الباتري بتاعة الموبايل بتاعتك اي باتري اللي هي بنسميها سيل السيل او الباتري دي عندنا ولاد هي بتطلع لك كمية ENERGY معينة طب هل الانERGY اللي طلع من السيل العادية سبتة يقوليAsh يا مستر السيل العادية بتطلع لك عندنا انERGY القيمة بتاعتها جرادولي بتبتدي تقل بمرور الوقت ايه الاسباب الله حراك والله الاسباب ان في بعض الكيميكا ري اكشنز عندنا هتبتدي تقل هتبتدي الكمبوننت اللي جوه السيل تتغير ايه كمان السيل بتاعتي او البتري بتاعتي بتلوز الانرجي غالبا او قدر من الانرجي في صورة هيت اه يعني السيادة كنت قاعد على الموبايل كده طول النهار بتخش كده على الواتساب او الفيسبوك او التويتر او الحاجات اللي انت بتستخدمها حراكة مستر هلاحظ ان دايما عندنا قدرة البتري ان هي تحتفظ بالالكتريستي جرادولي حتقل السبب ايه السبب ان بيحصل عندنا لوزنج للانرجي في صورة هيت بتعرف بقى حارتك اللي احنا بنعمل نانو باتري النانو باتري دي قصة ان هي تلوز الالكتريستي او تلوز الانرجي بتاعتها في صورة هيت دي بتبقى مش موجودة الله يعني معنى كده ان هي بتقدر تحتفظ بالالكتريستي او تقدر تحتفظ بالانرجي بتاعتها لاطول فترة ممكنة يعني انا ممكن استخدم عندنا مستر باتري نانو تطلع لك انرجي معدل سابت لاطول فترة ممكنة لان لوزنج الانرجي في صورة هيت ما بيكونش موجود او المعدل بتاع قليل يعني انا استخدمت كده النانو تيكنولوجي في الماديسن استخدمت النانو تيكنولوجي بتخلص من الامبيوريتس بتاعت الوطر او بتاعت الاير او بتاعت البوليوتانتي ماتيريا العامة اللي خارجة في المصانع او العربيات استخدمت كمان النانو تكنولوجي في الاندستري لانا بعمل باتري الباتري دي بتطلع لك كمية انرجي سابتة لفترة طويلة لان معدل الفقد في الانرجي عن طريق الهيد ده ما بيكونش موجود طيب بس كده يا مستر اقول لحوالتك العلم بيبني امل كبير جدا 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 بعد ربنا سعى تعالى على النانو تكنولوجي ان هي تحللك تقريبا معظم المشكلات ازاي يا مستر الاجريكالشر مسلا اقول لك الاجريكالشر حضرتك اللي بيخلي انتاج الارض الزراعية قليل ممكن يكون في بعض الامراض بتصيب البلانت فبنتطر نحط مسلا عندنا انسيكت سايت اللي هالمبيدات او نضطر نحط مادة غذائية زيادة شوية للبلانت اللي هالاجريكالشر بنستخدم عندنا في الاجريكالشر سوري بنستخدم فيلترايزر لما بستخدم عندنا يا مستر النانو تكنولوجي ببتدي احسن جودة المنتج بدل ما استخدم عندنا الفرتليزر العادي السماد العادي لا بنستخدم عندنا المادة الغذائية في الاماكن للبلانت اللي نقص فيها بس الله يعني النانو بيوصل للاجزاء في البلانت زي ما وصل للاجزاء المصابة بيوصل في البلانت للحتة اللي انا محتاج اغيرها بس يعني انت هنا مش محتاج تحط انسيكت سايد على البلانت كله لا هريك بتشوف الاماكن المصابة فقط خد بالك وانا بستخدم حتى اي مادة دوائية ولتكن مثلا انتيبيوتك الانتيبيوتك عندنا مستر خطير جدا خطورته في ايه خطير ده يعني حاجة كويسة ولا حاجة وحشة والله يحرضك لو استخدم بعناية او استخدم تحت اشراف طبيب مش باستخدمك الشخصي كده عماله على بطال ان شاء الله هيجيب نتيجة ولكن عنده سايد ايفكت ايه سبب السايد ايفكت بتاعته تقول الانتيبيوتك بيخش للاماكن السليمة والاماكن المصابة طيب لو انا هستخدم عندنا النانو تكنولوجي عشان اوصل العلاج للاماكن المصابة فقط هخلي معدل تأثر الاماكن السليمة يقل ودي طبعا حاجة قيمة جدا بدل ما بتهاجم السل السليمة والسل المصابة لا ده كده بنحط المادة العلاجية فقط او على المكان المصاب فقط فان شاء الله بإذن الله معدل الشفاء يبقى اعلى والسايد ايفكت يكون عندنا اقل ده ممكن نعمله عندنا في البناء ادمين عادي ممكن نعمله كمان في البلانت في الاجريكالشر لانا بس ادم عندنا فرتليزر في الاماكن اللي محتاجة تغذية بس انسيكت سايد في الاماكن اللي محتاجة اتخلص من سايد ايفكت فقط ممكن احسن كمان المنتج يعني يا مستر معنى كده ان النانو تكنولوجي قيمة جدا اقول لك قيمة جدا ولكن حتى الان ما اقدرش استخدمها على سكيل واسع يعني يا مستر مدام هي قيمة كده ليه ما نستخدماش على سكيل واسع اقول لك فيه ازمة كبيرة شوي اي منتج في الدنيا عشان تستخدمه اي تكنولوجي في الدنيا عشان تستخدمها لازم تقيس كل الجوانب بتاعته يعني ايه فيه كتير جدا من العلماء بيقولوا ان البارتكال بتاعت النانو عشان هي صغيرة ممكن تعمل penetrating للسل طب تختارق السل لو الparticle بتاعت النينو عملت penetrating للسل ممكن السل بتاعت الplant أو السل بتاعت الانيمل السل بتاعتنا عمتا كلها لو حصل اختراق للparticle النينو للسل بتاعتنا ممكن تطلع امراض احنا ما نعرفش مصدرها ايه او ما نعرفش طريقة علاجها ايه اذا دايما اي تكنولوجيا في الدنيا دايما اي استخدام في الدنيا ما تجريش قوي على استخدام بتاعه غير لما نتحقق من الفوائد او الصايد افكت بتاعته يعني حتى الان في حاجات معتمدة لاستخدام النانو تكنولوجي في اجزاء معينة لكن هي مش مطبقة في المطلق اه النانو تكنولوجي مهمة لو انا وصلت لصايز النانو البروبرتز بتتغير الهاردنز بتزيد الكالر بتتغير الى جانب كمان عندنا مستل ريتوفر اكشن بيبقى سريع جدا ولكن برضو في عندنا اضرار النانو تكنولوجي ان البرتيكال الصغيرة هتعمل حاجة اسمها نانو نانو بوليوشن ده اللي هو البوليوشن نتيجة البرتيكال النانو قد يكون الخطورة بتاعته اعلى شوية طيب وانا بصنع او انا باخد ماتيريال نانو ممكن اعمل ماتيريال نانو يا ولاد خد بالك من اللي انا هقوله لو سمحت تبقى وان دايمينشن او اعمل ماتيريال نانو تبقى تو دايمينشن على حسب انت عايز تستخدمها في ايه او اعمل ماتيريال نانو تبقى ارجوك لازم الكلام ده تقرأه في المصدر اللي حضرك هتخش بيه الامتحانة انا مجرد هتدي لك مجرد امثلة مش هقولك كل الامثلة على اساس افضل اللي انت تقرأ الاول وبعدين يتناقش في الكمبون انت بتاعتك في عندي حاجة مهمة جدا اسمها كاربون سيكستي ده اجزامبل مهم جدا او بنسميه باكي بول كاربون سيكستي او باكي بول ايه ده مستر؟ ده ده عبارة عن اجزامبل الابليكيشن على نانو سابسنس سري دايمينشن ايه الباكي بول ده؟ او لك الباكي بول ده عبارة عن كورة الكورة دي مجوافة كده من الداخل زي ما حراك شايف كده هي كاربون سيكستي ده عبارة عن ستين اتم من الكاربون طبعا دي عمليها صعبة شوية الاتوم دي حاجة دقيقة جدا لو انا جبت ستين اتم من الكاربون وصممتها في صورة كورة بابتدي احط المادة العلاجية داخل الباكي بول كده عندنا اولاد وابتدي المادة العلاجية اللي موجودة داخل الباكي بول دي الباكي بول دي نبتدي نوجهها للاماكن اللي فيها اصابة معينة ولما توصل عندنا الباكي بول للاماكن اللي فيها اصابة معينة نبتدي نفتح الباكي بول ده فتنزل المادة العلاجية على المكان المصاب بس طبعا الكلام ده كله بيتم عندنا عن طريق الكمبيوترات عن طريق أجهزة معينة بحيث أن حارضك المادة العلاجية تروح مباشرة للمكان المصاب يعني معنى كده يا مستر تأثير المادة العلاجية فقط هيبقى في نطاق الجزء المصاب بس دي بنسميها باكي بول ده أبليكيشن على ماتيريال نانو سري دايمينش طيب فيه تاني طيب المستر هرندنا فيه حاجة اسمها نانو شيل أرجوك إقراها سنة مهم جدا بالنسبة لي الباكي بول اللي هي كاربون سيكسي بنعمل بيها تريتمنتل بعض الديزيزيز طبعا الحاجات دي يا مستر قيمتها أن أنا المادة العلاجية فقط بتروح للأماكن المصابة طيب في عندي كاربون نانو تيوب ده أبليكيشن على تو دايمنشن في عندي سين فيلم ده أبليكيشن على وان دايمنشن بنعمل بيهم ايه ده يا أولاد قولك السين فيلم ده ممكن نعمل بيه تينتينج أو بليتينج لأي حاجة عايزة حافظ عليها ما يحصل لهاش راستينج أو كوروجين طب يا ميستر ممكن نعمل حاجة اسمها نانو واير وان ديمينشن ايه النانو واير الوان ديمينشن ده يا ميستر قولك ده عبارة عن واير بتكنولوجي النانو انت متأكد بقى او اكيد انت عندك المعلومة ان الهارد نس بتاعته هتطلع عالية جدا طبعا لما بوصل لصايز النانو زي ما قلت الحاردك فيه ثلاث حاجات بتتغير الهارد نس بتزيد الكلر بيتغير الريت عندنا بيزيد طب الهارد نس بتزيد ليه طولي عشان بقى فيه عندنا باور فول اتراكشن ما بين الكمبوننت الكلر بيتغير ليه طولي انت سترحارك عشان الرياكشن ما بين اللايت والبرتيكال النانو مختلف عن الرياكشن ما بين اللايت والبرتيكال العادية طب الريت بتاع الرياكشن بيزيد ليه الريد بتاع الرياكشن بيزيد عشان السيرفيس اريا بيزيد والتشانس اوف كوليجن بتزيد الله يعني لو سيادتك عملت لنا نانو واير هيبع عنده امكانية انه هي تحمل اوزان تقيلة جدا 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 طب يا مستر والتو دايمينشن دي بعمل بها ايه هتلاقي في جملة كده موجودة عندك في الكتاب بنقول عليها بيولوجيكال سنسور ارجوك اقرى الجملة دي كويس ونتناقش فيها هو الكاربون الناو تيوب التو دايمينشن من احد مميزاتها هي connected easily مع البروتين اذا انا ممكن اصنع نانو سابستنس اما وان دايمينشن او تو دايمينشن او سري دايمينشن طب يا مستر حضرتك كل واحدة من دول لها الاستخدامات بتاعتها اكيد انا مش هسألك في الاستخدامات طب ليه مستر مش هسألك في الاستخدامات اقول لها حضرتك ما احنا اتفقنا بقى انت عندك يا مستر السؤال بتاعك لما تيجي يجي لحضرتك كده في الامتحان او في تدريب معين ما ينفعش تفتح الكتاب تلاقي الاجابة عندك مباشرة عشان كده يا مستر انا غالبا مش بمشي بالترتيب اللي موجود عند حضرتك انا بربط لك فقط كده الموضوعات ببعض عشان واحنا بنتعامل مع الفكرة قدر الامكان بحاول اوصل لك الفكرة عشان واحنا بنتعامل مع انماط الاسئلة نعتمد بعد ربنا سبحانه على الفكرة مش على المعلومة فقط بمعنى ايه؟ يعني انا نصيحة مش بالضرورة بتشوف المكونات ورا بعض او المعلومات ورا بعض زي ما هي موجودة عندك في الكتاب لان انت في النهاية المصدر بتاع المعلومات هيبقى موجود مع احارتك لو انت عايز تطلع على استخدام معين هتفتح الصفحة اللي فيها الاستخدامات لو انت عايز تطلع على تركيبة جهاز معين او ايكويشن معينة او رول معينة هتبص عليها مباشرة لكن الافضل من كده اللي انت تبقى عارف الموضوعات على بعض باكيج حتة واحدة طب نقول كمان مرة يا ولاد نانو سايز او كريتيكال نانو فوليوم هو الفوليوم اللي عنده البروبرتز بتاعة الايلمنت تتبقى يوني بتتغير وتبقى مختلفة تماما اوصله ازاي بتكنولوجي متقدمة طب التكنولوجي المتقدمة دي هتبقى تكلفتها قليلة ولا تكلفتها عالية طب وفقا للتكلفة هل كلنا هيبقى متاح نستخدم تكنولوجي النانو واللي اكيد لا على الاقل في البداية اي تكنولوجي حديثة مش في البداية كلنا هنقدر نستخدمها بمرور الوقت التكنولوجي دي عندنا مستر هتتوفر بسعر اقل شوي اه يعني مش بالضرورة تكنولوجي النانو اول ما نسمعها او اول سوري ما ابروف دلي احنا نستخدمها ان كل الكون يستخدمها لا بمرور الوقت التكنولوجي دي هتتوفر باسعار اقل شوي زي زي حاجة في الدنيا يعني مثلا ممكن يكون منتج معين لسه نازل شركة واحدة بس بتنتجه بتدي رقم معين للمنتج ده لما يكون فيه تنافس بقى ما بين الشركات اكتر من شركة بتدي او بتصنع نفس المنتج التنافس بيكون في الاسعار وهكذا تكنولوجي نانو تكنولوجي نانو في الاول هي تكنولوجي مكلفة جدا فمش كلنا هنقدر نستخدمها بمرور الوقت وتنافس الشركات ان شاء الله الغالبية العظمى مننا هتقدر تستخدمها طيب وصلت عندنا للنانو كمان مرة الكلر اتغير نتيجة الرياكشن ما بين اللايت والبارتيكال النانو مختلف الهاردنس زادت نتيجة ان فيه عندنا سترونجة اتراكشن ما بين الكمبوننت النانو الى جانب الريت زاد هقف عند الريت ده ياولاد لو انا عندي مثلا كيوب من الايرن الكيوب من الايرن دي ركز معاي في الجملة دي لو سمحت لو انا خدت الكيوب من الايرن دا ياولاد او اي المنت يعني وحطت الكيوب ده داخل جرادويتد سيلندر فاكرين الجرادويتد سيلندر ده يا شباب قلت لي مستر اعتقد خدنا المرة اللي فاتت تخيل كده عندنا ياولاد الجرادويتد سيلندر ده في ليكويد 100 ميلي ايه دا يا مستر قولك ده ده الفوليوم بتاع الليكويد اللي موجود داخل الجرادويتد سيلندر لو انا حطيت الكيوب بتاعت الايرن هنا الميت ميلي دي يا مستر هتبقى 170 مثلا اللي خلى الفوليوم بتاع الليكويد يتغيك يبقى 150 130 170 دي كتير قوي خليها 130 طيب طلع بقى 130 ده معنى ايه تونيستر والله ده معنى ان الفوليوم بتاع الكيوب بتاع الايرن الفوليوم بتاعته 30 تمام طب خد الكيوب ده يا مستر وخليه اتنين اعمل له كراشنج قسمه جزئين هو نفس الكيوب ولكن خدت منه جزئين طب خد الكيوب ده الاتنين كيوب دول وحطوهم في نفس الجرادويتد سيلندر اللي هي كانت 100 ميلي من الليكويد هل تتوقع لو انا حطيت لاتنين كيوب دول انهم في الاصل كان كيوب واحد وانا اسمتهم نصين هل تتوقع ان الفوليوم بتاع الليكويد يطلع الوان سيرتي ولا اكتر ولا اقل فكر كده يعني انا كان عندي كيوب من الايرن او كوين او ستون اي حاجة وحطيت الكيوب دي داخل سيلندر جرادويتد سيلندر في 100 ميلي من الليكويد لما حطيت الكيوب طلع عندنا الليكويد من 100 لوان سيرتي طب ده معناه ان الفوليوم بتاعتي الكيوب هو سيرتي ميلي طب لو خدت نفس الكيوب وكسرته عملت منه اتنين هاخد الاثنين كيوب دول احطوهم في الجرادويتد سيلندر توقعك هتطلع الوان سيرتي ولا اكتر ولا هقل طلع حركة مستر لازم هتطلع الوان سيرتي الله حركة انت عندك الكيوب بقى اتنين بس هو في الاصل انت ما اضفتش وما حزفتش منه حاجة طب نفهم ايه من المعلومة دي اولاد تقول حركة مستر نفهم من المعلومة دي ان انا لما بعمل كراكينج الفوليوم ما بيضغيرش هي فوليوم الكيوب كان كله على بعضه ثيرتي لما بقوا اتنين هما الاثنين برضو عندنا الفوليوم بتاعتهم طلع كام ثيرتي يعني لو انا عندي سابستنس ووصلت عندنا من انصاب السنس دي لصايز النانو الفوليوم كونست تاني يعني لما بعمل كراكينج للبارتكال العادية التعتي ووصل عندنا لصايز النانو الفوليوم عندنا مستر انتشينج الفوليوم هيطلع كونست سابت طب مستر الفوليوم سابت اعتقد انا اثبت الحركة قصة الفوليوم السابت دي عن طريق الكيوب اللي انا هقسمه نصين او تلاتة او اربعة او تمانية زي ما انا عايز طيب الكيوب ده له service area الاتنين كيوب دول يا ولاد لهم او لهم service area اكبر بلاش هو السيادتك لو كان عندك مكعب سكر وخدت مكعب السكر ده خليته بودر مكعب السكر له service area البودر له service area اكتر الله يعني يا مستر لما بحول الصاب السنسيب تاعتي من normal substance للنانو substance او للنانو size الفوليوم unchanged لكن service area ما لها مستر بتزيد بسبب زيادة service area عند size النانو بيزيد لتشامس بتاعة الكوليجن بيتم اسرع كمان مرة يبقى انا كده عرفت لو انا عندي substance لها volume ولها area هعمل cracking للصاب السنسيدي هعمل crushing للصاب السنسيدي الvolume عندنا لكن service area عندنا هيحصلها increase زيادة service area هو اللي بيزود لك بتاعة الكوليجن زيادة بتاعة الكوليجن هو اللي بيزود لك الريد بتاع الكيميكا reaction طب يعني يا مستر لو انا بقى قلت الكلام ده اقولت الكلام ده على النانو ساب السنسي بيخد بالك رقم واحد لما بحول الساب السنسي بتاعتي من normal لنانو ايه اللي بيتغير تقولي واحد الهاردلز بتتغير بتزيد اتنين الكلر بيتغير لان الرياكشن ما بين البرتيكال للنانو واللايت بيتغير تلاتة service area بتتغير اربعة الvolume تقول لا الفوليوم ما بيتغيرش خمسة لو انا بتكلم على iron له chemical formula fe ال iron ال nano هل برضو بيبقى fe ولا بيتغير تقولي لا يا مستر ال iron النانو عندنا بيفضل عندنا زي ما هو fe يعني ما فيش تغيير في الفورملا بتاعة ال element لما بنحوله من size normal الى size ال nano كمان مرة يبقى في حاجات بتتغير لما بوصل لل nano size او لل nano volume الحاجات دي color والhardness والservice area في حاجات سبتة الفورم لبتاعة ال element الى جانب ال volume او total volume بتاعة ال element طب يا مستر حدوطك قيمة ده ايه كمان مرة اقول لك للمرة الاخيرة قيمة ده اللي انت بتطلع element عنده مواصفات هو نفس ال element sorry ولكن مواصفاته بتتغير وبالتالي عندنا يا مستر هتبقى استخداماته تتغير طبعا انت عندك ازمة كبيرة جدا ان كل المنتجات اللي عندنا مثلا والتاكن ال iron او ال nickel او الكاربون دي كلها non renewable هتخلص واحنا محتاجين استخدامات واحنا محتاجين مصادر تديلك او مواد تستخدمها في استخدامات كتيرة جدا قد يكون لما بوصل عندنا لsize ال nano وطلع element لهم واصفات يسد العكس في استخدامات حاجات مش متواجدة عندنا يعني يا مستر استخداماتك لنانو تكنولوجي بيديلك مجال واسع جدا للاستفادة من ال element الطبيعي في استخداماته العادية او استخدمه عندنا في استخدامات تاني مختلفة خلينا نشوف كده يا مستر بعض الحاجات استخدامات النانو اللي موجودة عند حراك هنا كده لو حراك بصيت معايا كده لو انا هنقش بعض الحاجات النانو دي زي الباكي بول كده يا مستر زي ما قلت الحروتك ايه الباكي بول دي تقول الباكي بول دي اللي هي الكربون سيكستي طب بنعمل بيها ايه الكربون سيكستي دي وهي اصلا عبارة عن ايه يا اولك دي عبارة عن 60 اتوان من الكربون ممكن احط جواها الماتيريال العلاجية ونوجهها للاماكن المصابة بس طب ده الجولد الاتومز بتاعت الجولد طب السؤال هل الاتومز بتاعت الجولد الفورملا بتاعته هو نورمل زي ما هو نانو الفورملا السيمبل بتاعت الجولد النورمل زي السيمبل بتاعت الجولد النانو اللي مستر هو السيمبل واحد ايو هل الكلر واحد قولي لا الكلر مختلف هل الهاردنس واحدة اكيد مختلفة الفوليوم واحد الفوليوم واحد لكن الاريا مختلفة دي تيوب اللي كنا بنقول عليها مع البروتين فهتلاقي موجودة عندك كده في الكتاب مكتوب لك ان هي بيولوجيك السنسور ارجوك اقرأ كده الجملة انا بس عايز اواري لك شكل عشان نتنقش في حل شوية اسئلة طيب برضو كده عندنا يولاد دي نانو تيوب في منها كذا شكل طبعا ده الجولد النانو اه كنت بقول له حراكة لانا عندي ثين فيلم ممكن نغطي بيها العربيات ده بيقلل الخدوش او يقلل التصادمات او بيدي هاردنس عالية شوي طب يا مستر يبقى انت عنده حراكة كده ده من ضمن الاستخدامات المهمة علشان نخلي معدل الراست او معدل الخدوش يقل شوي طيب برضو في عنده حارتك حاجة كده زي الترانزيستور طبعا انت عارف ان زمان لما كنا بنيجي نعمل الاجهزة الكهربائية كانت بتاخد مساحة كبيرة جدا الترانزيستور يعني اختصر المساحة ديا والنانو بتختصر المساحة دي بدرجة كبيرة شوي ممكن نبص كده على شوية اسئلة كده موجودة عنده حارتك بصيلي كده معي مدل الحراكة عندنا في الاسئلة ايه ده مستر يعني ممكن يكون عندك واحدة في الاجابات او انا بدي الحراكة السؤال ده عشان تفتح الكتاب تعالى كده نشوف بتاعت حارتك كربون نانو تيوب ولا الباكيبول ولا النانو شيل ولا النانو فيلم تمنسرح خليني ابدأ كده من تحت النانو فيلم دي دي one dimension الباكيبول والنانو شيل ده three dimension الكربون النانو تيوب دي two dimension طب احنا كنا قلنا معلومة عن الكربون النانو تيوب يولد كله كنا بنقول الكربون النانو تيوب دي connected easily مع البروتين فبيستخدمها biological sensor طيب خد بالك ان دايما الاسئلة اللي بعد الحصة غالبا بتبقى اسئلة مباشرة الاول عشان تقرأ الدرس بداية الحلقة الجاية ان شاء الله يبقى فيه تدريبات اعلى من كده بكتير خلينا نقول all the following are one dimension nano substance except thin film ولا nano wires ولا nano fiber ولا nano shell طبعا حرضك هتفتح الكتاب مباشرة طبعا لو انا هنقش كمان مرة nano shell ده عبارة عن three dimension nano fibers nano wire nano films دي كلها عبارة عن one dimension اذا الوحيد اللي مش one dimension هو مين يا مستر nano shell وكان معنا اجزامبل تاني في تيكر كده اللي هو الباكي بول او الكاربون سيكستي طب سؤال كمان اللي بس تقدمه carrier for a medicine in the body بمعنى حراك انت محتاج carrier carrier نحط فيه medical substance عشان نعالج بيه بعض الامراض هل النانو روبوت النانو روبوت ده مش carrier النانو روبوت ده عندنا مستر احيانا في بعض العمليات الجراحية بتتعمل بروبوت يعني يا مستر يعني حراك فيه جراحة تقلدية وفيه جراحة منزار لو احنا بنقارن ما بين الاتنين المنزار الضرر بتاعه اقل شوية لان الفتحات اللي بيعملها المنزار بتبقى اقل شوية فما بالك بقى لو انت بتسادم عندنا نانو روبوت النانو روبوت ده يا مستر زي ما كان فيه من كم سنة كده اعتقد كان فيه روبوت عشان دخل الهرم الاجبر عشان يكتشف المكان بتاع غرفة الدفن اعتقد ده من كم سنة من كتير شوية يعني دلوقتي صممنا النانو روبوت ممكن نعمل به بعض العمليات الدقيقة جدا طبعا بيبقى فيه كاميرا محددة وفيه توجهات معينة ليه بتتم من الفريق الطبي بحس يخش للاماكن اللي فيها اصابات او يعمل عملية جراحية دقيقة جدا ما كناش نقدر نعملها بالطبيعة العادية ده النانو روبوت النانو سيليكون الباكي بول اللي هي الكاربون سيكستي ولا نو كوريكت انسر طبعا لو حرك فاكر الباكي بول فيه معلومات عنها تقول لي اه طبعا باكي بول دي يا مستر ده عبارة عن كاربون سيكستي 60 اتمية كاربون طبعا عملنا بيها ايه كنا بنحط جواها الميديكال سابستانس نوجهها يعني هي كارير توجه للاماكن المصابة فقط عشان تعمل تريتمنت فقط للاماكن المصابة من غير ما تأثر على الاماكن السليمة طب لو فاكي هي دي الباكي بول كانت 1 ولا 2 ولا 3 ديمينشن تقول ليست لا ده الباكي بول دي يا مستر 3 ديمينشن طيب في عنده حراك برضو يا مستر لو بسطت كده على الاجزامبل ده خلينا ناخد كده فكرة اه من المرة اللي فاتت مد الحراك عندنا هنا كده تيبل التيبل ده عملنا ميديكال اناليسز لبيرسون يعني احنا عملنا اناليسز سواء للبلود او للسطول او لليورين جبنا شخص كده وعملنا له الاناليسز ده بص كده حارتك مد الحراكة عندنا لانا بسطت في التيبل يا ولاد الاناليسز عملنا جولوكوز اناليسز ويوريك اسيد اناليسز الجولوكوز اناليسز ويوريك اسيد اناليسز طلع الجولوكوز اناليسز للشخص اللي احنا عملنا له الاناليسز دي 250 ميلي جرام بير ليتر الكولم ايه مد الحراكة عندنا الفاليو بتاعت الاناليسز للجولوكوز ولليوريك اسيد الجولوكوز طلع 250 ميلي جرام بير ليتر واليوريك اسيد طلع 4 ميلي جرام بير ليتر ايبا دي القيم بتاعت الاناليسز اللي احنا عملناها لأحد الاشخاص فدي القيم اللي طلعت السؤال يا ترى الكولم بي بيعبر عن ايه هل البرودكت بتاعت الميجورمنت ولا الامونت بتاعت الجولوكوز في البلد ولا الريفرنس فاليو ولا الامونت بتاعت اليوريك اسيد في البلد لو انت جبت اي اه صورة دم انت مثلا محللها في البيت ولا حاجة دايما هتلاقي في عندنا الفاليو اللي طلع وفيه ما بين بيراكت كده عندنا مستر ارقام تانية ايه الارقام التانية دي اصلى حراكة الارقام التانية دي بتبقى الارقام الريفرنس يعني ايه الارقام الريفرنس بتقول لاث شخص مستر يعني دي الارقام اللي مفترض لو الشخص طبيعي تطلع القيم بتاعة الاناليسز في الرنج ده بمعنى يعني الوقت عندنا الشخص ده وان اسنا نسبة الجلوكوز طلعت 250 انا معرفش 250 دي حاجة طبعية ولا لا فتلاقيه عاملك في الاناليسز كده كاتبلك ارقام من 70 ل 120 طب ده معناه ايه تقولي استر والله ده معناه ان نسبة الجلوكوز اللي موجودة لو انا عامل الاناليسز للبلود مثلا نسبة الجلوكوز اللي موجودة طلع 250 يعني اكبر من النسبة الطبعية مفروض النورمال فاليو تطلع من 70 ل 120 طلعت اقل من 70 فيه ازمة طلعت اكبر من 120 فيه ازمة اذا القيم اللي موجودة في الكولم بي دي هي الريفرانس فاليو الريفرانس فاليو اللي من اللي عن طريقها منقدر نقرر اذا كان الشخص ده تمام او عنده ازمة صحية محتاج لعلاج معين وهكذا طب بصلي برضو كده عندنا مستر اليوريك اسد اليوريك اسد طالع كام في الاناليسز اللي طالع 4 طب ايه القيم 2.1 لغاية 8.5 دي انتو اللي نستردى دي الريفرانس اذا اللي في الكولم بي دي هي قيم الريفرانس لو الشخص شخص طبيعي مفروض يطلع لنا عندنا اولاد من 70 ل120 لو الشخص غير طبيعي عنده ازمة صحية لقدر الله هيطلع قيمة الجولوكوز اقل من 70 او اعلى من 120 نفس القصة اليوريك اسد نفس القصة طب يعني القيم دي هي ناتج الاناليسز بتاع الشخص وهنا عندنا اولاد هي الريفرانس طب قبل ما نبص على السؤال اللي بعدين لانه هو معتمد على القيم اللي قدامك دي ايه رايحها لك في الشخص اللي طلع له النتائج دي نتيجة الاناليسز هل ده شخص طبيعي هل ده شخص عنده مشكلة في الجولوكوز هل ده شخص عنده مشكلة في اليوريك اسد هل ده شخص عنده مشكلة في الجولوكوز واليوريك اسد شوف اولا هو عنده مشكلة صحية ليه تقول لي مستر نسبة الجولوكوز طلع 250 والنسبة النورمل من 70 ل 120 نسبة اليوريك اسد طلع 4 والنسبة النورمل طلع من 2.1 ل 8.5 اذا الشخص ده عنده مشكلة صحية في ارتفاع نسبة الجولوكوز وارتفاع نسبة اليوريك اسد طب ايه المطلوب؟ تقول لي مستر والله بقى المطلوب ان الدكتور يوصف له العلاج المناسب عشان يقلل الجولوكوز ينزله للنسبة الطبعية وكذلك اليوريك اسد ينزله للنسبة الطبعية اذا لما تيجي تعمل يا مستر اناليسز او دايما لما تيجي تاخد علاج مناسب لازم الاول تعمل اناليسز يعني منفعش ناخد علاجات وخصوصا للشوجر او للجولوكوز يعني او اليوريك اسد او لأي حاجة عايزين نقللها وعايزين نزودها من غير ما نعمل اناليسز طب قصة الاناليسز دي يا مستر شديدة شديدة القيمة والاهمية هي ان شاء الله بعد ربنا سواء تعالى عن طريقها نقدر نوصف المادة العلاجية المناسبة يبقى انا كده يا مستر من الاناليسز القيم دي قيم الاناليسز اللي طلعت للشخص هنا الريفرنس ومن الريفرنس ده عرفت بالزبط كده الشخص ده عنده مشكلة في ايه طبعا السؤال اللي بعد كده معتمد على الحاجات دي انا قلت الحراكة بالشخص ده وانا عنده ازمة في ارتفاع الجولوكوز وارتفاع اليوريك اسد طيب وان كان يا مستر معظم الاسئلة اللي هتيجي الحراكة ان شاء الله في الامتحان او كلها لغد الوقتي كلها اسئلة بس لكن انا حابب برضو اللي انا احط الحراكة كده سؤال اه نتكلم فيه او نتناقش فيه السؤال بقول له حراك ايه what are the results of reducing gold particle volume to nano volume الresults اللي بتطلع نتيجة reducing the gold particle volume للنانو volume ممكن واحد من حضراتك يقول لي الكلر بتاع الجولد بتغير تمام ايه كمان ممكن واحد يقول لي يا مستر السيرفيس اريا بتاعت الجولد بتزيد تمام ايه تاني ممكن واحد يقول لي الهاردنس بتاعت الجولد بتزيد كويس يعني دي كلها تغيرات بتحصل عندنا للجولد لما بوصل عندنا لvolume النام ممكن واحد يقول لي الريد بتاع الرياكشن بتاع الجولد بارتكال عند volume النانو او عند size النانو تبقى اكتر او بتزيد دي كلها اجابات صحيحة فحتى السؤال ده يا مستر ممكن اجيب لك الاجابات بتاعته في صورة اختيارات يبقى يا مستر لما بعمل reducing لل gold بارتكال عشان اوصل عندنا للنانو size service area بتزيد rate of reaction بيتغير ال hardness بتزيد ال color بيتغير فبيطلع عندنا حاجة اسمها uni properties. uni properties دي بتطلع لما بوصل عندنا ل size النانو. هل ده ليه ال gold بس يا مستر? اقول له حراك لاي element. يعني اي element سواء كان cover سواء كان gold سواء كان iron ايا كان ال element اللي انا هوصل به ل particle النانو ال general properties بتاعته بتتغير. بس هل بالضرورة ال properties بتاعت النانو cover تطلع زي properties بتاعت النانو gold فكر كده في السؤال ده يا ولاد. هل بالضرورة لو انا عندي كبر عادي وعندي كبر اه سوري وعندي iron عادي وعندي gold عادي. هل لما بوصل للنانو gold? هل لما بوصل للنانو cover? هل لما بوصل للنانو iron? هل النانو iron والنانو gold والنانو cover هل كلهم يطلعوا زي بعض? ها? كلهم يطلعوا زي بعض? دونستر مستحيل. ليه مستحيل? اقول له حراك لو كانوا كلهم بيطلعوا زي بعض كانت كل الصابستنس اللي موجودة عندنا لما نحولها لصايز النانو يبقى لها نفس الاستخدام. لكن لو رجعت كده بالضاكرة يا مستر كنا قلنا ان انا عندي النانو gold بعالي جبيل كانسر. ممكن فيه material تانية ليها استخدامات تانية. طب يا بنا القيمة اللي انا هتعلمتها هنا يا مستر ان حراك لما بتوصل لصايز النانو تقدر تطلع general properties جديدة ليها استخدامات جديدة. حاجة كمان لما بوصل لصايز النانو البروبرتس تماما بتتغير ولكن الelements النانو gold النانو cover النانو iron كل الelements لما بتوصل لصايز النانو ليها الصفات تعتمد على الelements شخصيا. كل رجاء ان يكون النهاردة افدناك بعض ربنا سبحان تعالى على وعد في الحلقة القادمة يكون في تدريبات تقيس مستوى تعقلي عالية. السلام عليكم.